طيب بيدعن محمد الشناوي حط محمد الشناوي كده على جنب الحراس اللي تحت محمد الشناوي اللي مفروض يبقوا موجودين في منتخب مصر عندهم مرحلة من الصعود والهبوط كثيرة جداً الفترة المضية يعني دلوقتي وأنا قاد مع حضراء أنا كريم مش قادر أقول مين التلات حراس مع محمد الشناوي هل حراك شايف مين التلات حراس اللي مع محمد الشناوي جاهزين دلوقتي؟ لا أنا مش عايز أقولك مين التلات حراس يعني يا أمم دلوقتي لأ الحراك شايف مش غريب كلا أنا أشرح لك وجهة نظر فضل يعني يمكن تكون شوية غريبة عليك أداء الحراس بيتأثر بالفترة اللي فيها السنة اللي هو إيه أنا بنافس على الهبوط فممكن يكون عندي أبقى حامل هامل مطشط شوية متوتر شوية مضبوط ما الزبط تمام أنا عايز أبقى عايز أبقى في المربع فبرضو عندي مسئولية كبيرة وممكن لو أنا مش شخصية قوية وكبيرة ممكن أتأثر وما يطلحش كل القدراتي فمين يفهم ده لكن أنت عارف أنه عندنا مش أقل من عشر حراس يقدروا يلعبوا في المتخب حالتهم إيه دلوقتي ده تتبقى للظروف مطبط بالفترة اللي هي بتاعت السنة تتبقى للظروف اللي هم فيها تمام صحيح ولكن فيه ناس بقى اللي هو الحارس الدولي اللي هو ما يتأثرش مفروض ما يتأثرش يعني مثلا عندنا شخصيات قوية جدا مثلا مع أن الهاني سليمان يعني مرحلة سنية كبيرة لكنه قوي جدا ما يتأثرش خالص بس كان بدايته في الموسم كان بداية عظيمة جدا حصل فيها شوية معلش يعني إحنا الراجف محمود أبو السعود بالمناسبة جدا هايل جدا هايل مش عامل موسم كويس مع طريق كابتن طريق سليمان يعني عامل موسم رائع جدا برضو من الحارس اللي هي متخدمة في العمر فيه طبعا وفيه أبو جبل وفيه بعواد وفيه محمد صبحي محمد صبحي هايل طبعا جاد حصل له ضربات شوية في النادي المصري صروة اللي بيلعب برضو لا عندنا أسامي كتنين أزعاجك قد إيه خبر شريف إكرامي بتاع الموشيات الخبر اللي هو ورّت فيه أو الحكاية اللي ورّت فيها شريف إكرامي أنا كنت متأكد إنه هو شريف شريف ده مخه كبير قوي بيلسوف لعيبة الكورا صحيح فما كانش عندي شك إنه حيطلع إنه حاجة خارجة عن قراته غير مقصودة غير مقصودة وده من دي وعنة لأنه إحنا حتى كان برضو حد حصلت له نفس المشكلة وبردو كان طالع إنه هو مش متعمد صحيح